المنصق المقيم للأمم المتحدة ومنصق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا أهلا بك على العربية الحدث بحسب المنظمات الإنسانية الدولية يواجه لبنان أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود كيف يمكن ترجمة ذلك إلى أرقام؟ هل لديكم أعداد دقيقة لأن نازحين الإصابات والقتل خاصة من الضحايا المدنيين؟ الأعداد حاليا كبير وما شهدنا هو تصعيد كبير حل السابع الثلاثة الماضية منذ الثالثة والعشرين من سبتمبر وكل الهجمات منذ ذلك الوقت قبل ذلك كان لدينا حوالي 110 ألاف نازح ومنذ ذلك اليوم وفصاعدا وكل الهجمات المستمرة وكل النزوح الحاصل نقدر وجود حوالي 800 ألف نازح حاليا لدينا حوالي 300 ألف عبروا إلى سوريا وحوالي مليون ومئتي ألف على الأقل ممن تأثروا بشدة في هذا الوقت أما أعداد الضحايا فقد ازدادت بشكل كبير جدا بلغت الآن حوالي 2500 ألف شخص توفوا وعدد كبير من الإصابات عندما تحدثوا عن النزوح فمن مهمي جدا أن نتذكر أن كل هؤلاء الأشخاص المئات الألف من الأشخاص النازحين أغلبهم مدنيين 400 ألف طفل نازح حاليا وبلا شك هذه هي أسوأ وأزمة شهدتها أو شهدها لبنان في هذا الجيل مقارة بعام 2006 الحرب حينها كانت كارثية ومفجعة على مدى 33 أو 34 يوما ولكنها حصلت في وقت كان لبنان فيها أقوى بكثير والسكان كان وضعهم أفضل بكثير أما الآن فاللبنانيون عاشوا خمسة عوامل الأزمات قبل هذه الأزمة عازمات متعددة كما أن الحكومة لا تتحلى بالقوة التي كانت تتحلى بها من قبل فهذا هو أسوأ وقت لحصول أزمة مثل هذه ومصعب جدا استمرارها المساعدات من أكثر من جهة ما هي الاحتياجات المتبقية وكيف تضمنون وصولها إلى جميع المحتاجين وطبعا يعني يبقى مسألة الإيواء يعني مسألة حقيقية صعبة بوجه الحكومة كيف يمكن مساعدة الحكومة والنزحين بهذا الشأن فيما يخص المساعدات الإنسانية من الأشياء الإيجابية بين أيدينا وأننا لدينا ترتيبات إنسانية جيدة هنا قبل اندلاع الأزمة ولأسباب سيئة وهذا بسبب كل الأزمات السابقة إذن عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني ولكن بدون الموارد وفي الأسبوع الماضي قدمنا مناشدة طارئة لـ 426 مليون دولار لمحاولة تقديم الاستجابة الآن الاستجابة أيضا تشمن مساعدة الحكومة في استجابتها فنحن نعمل عن قرب وننسقه مع الحكومة من أجل الوصول إلى كل منهم بحاجة إلى المساعدة وكما نرى فالأزمة معقدة وتتحرك بسرعة فائقة المأوى أو الإيواء هو من الأشياء الأساسية ولكنه صعب جداً 60% من المدارس العامة أصبحت أو سلمت لتصبح مأوى وهذا سيكون له أثر كبير جداً على تعليم الأطفال نحن نبحث عن مواقع أخرى ونقش ذلك مع الحكومة ونحاول ضمان وجود المواد المناسبة لإنشاء المأوى ولتوفير الغطاء بأمان الأشخاص والأماكن لمساعدتهم أنا نتحدث عن الإيواء نتحدث عن الماء وكذلك الصرف الصحي هذه احتياجات كبيرة ولا يمكن تحقيقها بسهولة وبسرعة ولكن نعمل في حالة طوار الآن لمساعدة الحكومة ووكالاتنا ولضمان التمكن من إيجاد كل هذه المسائلة قبل هطول الأمطار والشتاء أمس واحدة من الطرق وصول المساعدات إلى بعلبك ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها للتأكد من أنه لا يزال ممكن الوصول إلى الأشخاص في المناطق النائية لقد عبرنا بكل وضوح وصراحة منذ أكتوبر منذ الدلاع الأزمة في العام الماضي وقلنا أن على كافة الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي ويجب أن يكون هناك وصول آمن وأن العاملين في المجال الإنساني لا يجب أن يكون ضحايا في كل هذا يجب أن يكون هناك حماية المدنيين فما تتحدثين عنه هو جزء من كل ذلك لنقل المؤن والمساعدات الإنسانية لمساعدة الأشخاص لا يجب أن يستهدف ذلك أعتقد أن الحكومة وكما قلت مسبقا نحن نعرف بأن الحكومة عانت كثيرا خلال عوام الخمسة الماضية هناك ضعف مؤسساتي مقارة بما كان عليه الوضع في الماضي ومما يصعب الأمر هو عدم وجود رئيس منذ عامين وكل الحكمة المؤسسية مرتبطة بذلك ومع ذلك وفي هذه الاستجابة وما شهدته من خلال الأشخاص المتعددين الذين عملت معهم من الوزراء والكوادر الفنية والعامل في الوزارات والبلديات وحتى الأشخاص العادين في المنظمات غير الحكومية المحلية وأسلوب اجتماعي الكل من أجل تقديم المساعدة في هذه الأزمة الكارثية التي نواجهها كل ذلك كان مؤثرا ومثلجا للصدر خلال كل هذه العمل نحن ننسق ونتناقش مثلا في واحدة من مناقشاتنا في الأسبوع الماضي كانت تدور حول كيفية مساعدة المزارعين الذين نزحوا من وابتعدوا عن ماشيتهم وخرافهم وأبقارهم والمحاولة ضمان وجود استهداف الفرق الطبية والعاملين على الخطوط الأمامية عدة مرات في لبنان كيف يمكن تجنب ذلك؟ وهل يجوز بموجب القانون الدولي استهداف التواكم الطبية حتى وإن كانت تابعة لمنظمات مثل حزب الله تماما كما رأينا عندما استهدفت الهيئة الصحية في منطقة البشورة المقتضة بالمدنيين أعتقد بأن القانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقات جينيف والفوتوكولات الإضافية واضحة جدا في خصوص ذلك وهي أن العاملين في المجال الإنساني بغض النظر عن ارتباطاتهم وانتمائاتهم يجب أن يحمى ولا يستهدف هذا واضح وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي اليوم الصديب الأحمر قدم بيانا التحدث فيه عن أي نوع من الآزمات هذه في وجه المنظمة الصحية بيكملها أعتقد أن 13 مستشفى الآن خارج عن نطاق العمل و150 عاملا في المجال الصحي قتلوا في هذه الأزمة و250 آخرين جريحوا فهذه أزمة لها آثار كبيرة جدا على النظام الصحي من لبنان إلى سوريا والتي تعتبر أيضا بلد هاش كيف تؤمن المساعدات داخل سوريا زملائي في سوريا أيضا قدموا مناشدة طارئة لأن السوريين الذين عادوا إلى سوريا واللبنانيين الذين انتقلوا إلى هناك من أجل تختيم مساعدة لهم نعم هنا لكم داخلات مشابهة من جانب السوري لمساعدة هؤلاء الأشخاص هل من الوقت تعتقد أن اللبنانيين سيحتاجون للعودة إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب؟ وهل لديكم رقم تقديري لحجم الأضرار في الجنوب وربما أيضا في ضحية بيروت الجنوبية؟ للأسف لا في هذه الأثناء ليست لدينا المعلومات الكاملة وكما تعرفين في الأسابيع الثلاثة الماضية الوضع كله اتفاقم وساء بشكل كبير نعم من الضروري جدا أن نصل إلى مرحلة التعافي وعادة الأشخاص إلى منازلهم وعادة بنائها ولكن هذا يعتمد على وقف إطلاق النار وعلى العملية السياسية ووقف إطلاق النيران والأمر الأهم الآن مع استمرار هذه العزمة هو احترام القانون الإنساني الدولي ترجمة نانسي قنقر